أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين نحن لازلنا في باب النهي عن الجسم والصورة الحديث الثالث من هذا الباب الشريف من كتاب الكافي عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث الإمام عليه الصلاة والسلام يبين صفات الله سبحانه وتعالى ويبين معنى الخلق ويبين أن الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم ولا صورة وذلك بعبارات بليغة مختصرة ووصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه يقول محمد بن زيد جئت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن التوحيد التوحيد هو إصطلاح في كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى سواء بذات الله أو بصفاته سواء كانت صفات الذات أم صفات الفعل فالبحث عن الصفات أيضا يطلق عليه التوحيد وليس في خصوص إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى فكلمة التوحيد في إصطلاح المتشرعة تعم البحوث المعارفية حول الله سبحانه وتعالى فأملى علي لأن المسألة مسألة مهمة الإمام طلب من الراوي أن يكتب لأنه كما تعلمون فإن الكتابة هي أقوى توثيقا من الحافظة الإنسان قد يحفظ شيئا ولكن بمرور الزمان قد يخطئ حتى إذا كانت حافظته قوية جدا ولكن إذا كتب الكتابة تبقى ولذا هناك مثل معروف يقال أن أضعف الأقلام وهو قلم الرصاص أقوى من أقوى حافظة أنت إذا كتبت شيئا بقلم الرصاص بعد خمسين سنة حينما تخرج الورقة تقرأ تلك الورقة كما كتبتها في اليوم الأول لكن الحافظة الإنسان حتى الحافظة القوية قد يحدث فيها نسيان قد يحدث فيها خطأ ولذلك الإنسان الذي هو حافظ للقرآن في الحديث الشريف أن الإنسان الحافظ للقرآن لازم باستمرار يقرأ القرآن لماذا؟ لأنه إذا لم يقرأ القرآن ارتحل عنه ينسى وهذا أمر طبيعي كل إنسان حفظ شيئا خاصة إذا كان نصا طويلا إذا لم يكرره باستمرار عادة ينسى ومن ميزة أحاديث الشيعة عن أحاديث غيرهم أن الشيعة بأمر من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كانوا يكتبون الأحاديث ثم بعد ذلك الشخص الذي سمع الأحاديث عن الإمام وقد كان كتبها هذا يرويها لغيره بمعنى أنه يعطي الكتاب للغير فيكتبه ثم يقرأه عليه أو هو يقرأ والشخص الثاني الراوي يكتب ولذلك الروايات التي الآن عندنا بأيدينا من الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذه هي روايات كتبها أصحابهم ثم بعد ذلك رووها للجيل اللاحق والجيل اللاحق كتبها كما هي ثم انتقلت إلى الجيل الثالث والرابع إلى أن وصلت إلى أصحاب المجاميع الحديثية كالكلين رضوان الله تعالى عليه والطوسي رضوان الله تعالى عليه والصدوق رضوان الله تعالى عليه وآخرون من أصحاب المجاميع الحديثية ففي الحقيقة هي كتب كتبها أصحاب الأئمة وهذه الكتب انتقلت يداً بيد ورواية برواية إلى أن وصلت إلى أصحاب المجاميع فلذلك هذه الروايات التي بأيدينا هي إما نصوص كلمات الأئمة بالنص وإما ما سمعه الصاحب للإمام وكتبه قد يكون نقل بالمعنى ولكن الشخص الأول الذي يستمع استماع مباشر نقله بالمعنى عادة يكون دقيق ولكن إذا كان عن حفظ الشخص الأول قد يخطئ الشخص الثاني قد يخطئ الشخص الثالث قد يخطئ فحينما يتعدد السند لعله الكلام الأول يتغير تغيراً كبيراً جداً وهذا من ميزة الأحاديث عند الشيعة على الأحاديث عند غيرهم لأن الغير بدأوا بمنع تدوين الحديث وأحرقوا الأحاديث التي سمعوها عن الرسول صلى الله عليه وآله ومنع تدوين الحديث بحجة سخيفة أن لا تختلط الأحاديث بالقرآن الكريم وكأن القرآن قابل لأن يختلط بكلام البشر ولو كان هذا البشر هو الرسول صلى الله عليه وآله كلا القرآن كلام الله ويختلف عن كلام البشر وكلام الرسول فوق كلام سائر البشر ولكنه دون كلام الخالق وأولئك كانوا عرباً وأعراباً كانوا يميزون تمييز واضح بين الكلامين فلم يكن هناك اختلاط وإنما كان الغرض كتمان مجموعة من الأحاديث التي كانت في فضاء الأهل البيت عليهم الصلاة والسلام على كل حال فلسنوات فلسنوات طوال عشرات السنين منع تدوين الحاديث فالبعض كان ينقل الحديث من شخص إلى شخص عن الحفظ والحافظة كما ذكرنا حتى القوية بمرور الزمان قد يصيبها الحدثان فكلما كثرت الأسناد ضعف المضمون ولا يكون هناك دقة في المضمون وإذا أنتم أردتم أن تختبروا هذا الأمر اذكروا جملة لشخص يمتلك حافظة قوية ثم قولوا لهذا الشخص بعد يوم أن ينقل تلك الجملة إلى شخص ثاني والشخص الثاني يقول له أن ينقلها إلى شخص ثالث وإلى شخص رابع وإلى شخص خامس ثم استمعوا إلى ما يقوله الشخص الخامس تجدون يختلف اختلاف كبير عما قلتموه أنتم للشخص الأول لكن إذا كان كتابة هذه الكتابة ولو مرت بمئة يد عادة تحفظ هويتها وحقيقتها على كل حال فالإمام لأن هذه المسألة كانت مسألة مهمة ومرتبطة بالتوحيد وكلام المخالفين في ذلك الوقت كان كلاما فضيعا في نسبة التجسيم إلى الله سبحانه وتعالى ونسبة الأمور غير الصحيحة أو عدم إدراك الحقائق لذا أمر الإمام عليه الصلاة والسلام أن يكتبه هذا الكلام إملاءا لكي ينقله نقلا دقيقا لذا الإمام عليه الصلاة والسلام فأملأ علي يعني أمرني أن أكتب ما يقوله الحمد لله فاطر الأشياء إن شاء فاطر الأشياء إن شاء وبعض الأحيان المفعول المطلق عندما يأتي إذا هناك فعلان بمعنى واحد يجوز أن يكون الفعل مشتق من أحد المصدرين والمفعول المطلق يكون من مصدر آخر ولكن المعنى واحد كقوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها هنا ضاحكا حال ولكن الحكم يجري في الحال كما يجري في المفعول المطلق ويمثلون له بجلست قعودا جلست جلوسا يجوز أن يقال ويجوز أن يقال جلست قعودا لأن معنى الجلوس والقعود متقارب مترادفان فاطر الأشياء إن شاء يعني أوجد الأشياء ومبتدعها ابتداعا الابتداع بمعنى إيجاد الشيء من العدم لأنه إذا الشيء كان موجود فهذا لا يكون ابتداع وإنما يكون تغيير للصورة يعني أنت تأخذ التراب وتحول التراب إلى مثلا لبنة في البناء إلى طين ثم إلى لبنة أنت لم تبتدع شيئا هنا وإنما غيرت الصورة كان بصورة رامل أو تراب غيرت صورته بشكل لبنة هذا لا يسمى ابتداعا وإنما الابتداع هذه المادة هو إيجاد الشيء من العدم ولذلك عندما نقول أنه هذا الأمر بدعة بأي معنى؟ بمعنى أنه لم يكن في الدين ثم هذا الشخص جاء وأدخله في الدين لم يكن في الدين فأدخله في الدين نقول أنه هذا مبدع أو له ابتداع بمعنى أنه هذه الفكرة لم تكن موجودة فأوجدها هذا الشخص فحينما نقول أن الله سبحانه وتعالى ابتدع الأشياء ابتداعا بمعنى أن الأشياء لم تكن كانت عدما فالله سبحانه وتعالى أوجدها كيف أوجدها؟ بقدرته وحكمته الله سبحانه وتعالى قادر بقدرته أوجد الأشياء ولم يكن إيجادها عبثا وإنما بحكمة الله سبحانه وتعالى لا يعبث لأن العبث صفة نقص والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك فلذلك أوجدها بقدرته وحكمته لا من شيء فيبطل الإختراء الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الأشياء أوجدها من العدم لم تكن موجودة أوجدها نعم حكمة الله اقتضت أن يجعل الإيجاد في مراحل أوجد الخلق في ستة أيام السماوات والأرض والإنسان وجد في مراحل لكن أصل المادة هذه المادة لم تكن موجودة والله سبحانه وتعالى خلقها أوجدها عكس ما يزعم الماديون الجدد الماديون الجدد هؤلاء حينما رأوا أن الدعاء أن العالم وجد صدفة هذا الدعاء سخيف جدا وأي عقل يتقبل أن يوجد الشيء من العدم بدون علة لذا جاءوا وقالوا أن المادة أزلية لا بداية لها ولكن المشكلة أن المادة متغيرة وإذا كان الشيء أزليا التغير مستحيل عليه فلذلك يقعون في تناقض هنا وقد ذكرنا تفصيل الأمر في إحدى الحلقات الماضية الله سبحانه وتعالى أوجد الأشياء لا من شيء المادة ليست بأزلية وإنما المادة الله سبحانه وتعالى أوجدها ولم تكن فيبطل الإختراع لأن المادة إذا كانت موجودة فإيجاد مثلها أو إعطائها الصورة هذا لا يسمى إختراعا لأن الإختراع شنو هو إيجاد الشيء من غير تقليد فإذا كانت المادة موجودة هذا لا يكون إختراع يكون تقليد والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك بدون أن يقلد أحدا ولا لعلة فلا يصح الإبتداء لأنه إذا المادة كانت موجودة وإنما صار تغيير في شكلها هذا ما كان إيجاد الشيء من العدم ولم يكن ابتداءا وإنما كان تغيير لصورة زيان إذا كان تغيير لصورة نسأل أن هذه المادة من أين جاءت فلا بد أن يكون لها علة فمعنى أن لها علة أن لم تكن موجودة سابقا فأوجدها الله سبحانه وتعالى فهذا هو الإختراع وهو الإبتداء خلق ما شاء كيف شاء الله سبحانه وتعالى خلق أشياء كثيرة والإنسان أحد هذه الأشياء والله سبحانه وتعالى غرضه من الخلق هو الإنسان ومن الإنسان غرضه المعصومون عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء وخلق الإنسان ثم خلق كل شيء للإنسان لماذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء لأجل الإنسان مع أن الإنسان موجود صغير في هذا الكون الكبير جدا كنقطة في صحراء بل النسبة أوسع من ذلك الكرة الأرضية هي كرملة في صحراء عظيمة بل النسبة أكثر من ذلك إذا قسنا الكرة الأرضية بالنسبة إلى الكون الرحب لماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات وهذه الأراضيين ومليارات النجوم والمجرات والكواكب وما إلى ذلك لأجل الإنسان بعض الأشياء خلقت لأجل الإنسان لاحتياج الإنسان إليها مباشرة الإنسان يحتاج إلى طعام يحتاج إلى ماء يحتاج إلى أمور الله سبحانه وتعالى خلقها بعض الأحيان الأشياء الإنسان يحتاج إليها احتياج بشكل غير مباشر كثير من الموجودات في الكون احتياجه الإنسان إليها ليست مباشرة وإنما الإنسان يحتاج إلى شيء لذلك الشيء يحتاج إلى تلك الأشياء وبعض الأحيان عدم حاجة الإنسان المادية إلى الشيء ليست بمعنى عدم حاجته المعنوية إلى ذلك الله سبحانه وتعالى خلق الكون لهداية الإنسان لكي أن تتفكر في خلق السماوات والأرض وتستدل بوجودها على وجود الله سبحانه وتعالى وتستدل بعظمتها على أن خالقها أعظم منها الآية الشريفة الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني خلق سبعة أراضين يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا يعني ليهديكم تتفكر في خلق السماوات والأرض لتحتدي على أن الله سبحانه وتعالى قدير لتحتدي على أن الله سبحانه وتعالى عالم لتحتدي فهذه السماوات وهذه الأراضين خلقت لأجل الأشياء وفي الحديث القدسي خلقت الأشياء لأجلك إذن الله سبحانه وتعالى خلق ما شاء كيف شاء متوحدا بذلك لم يستعن بأحد لأنه لا يحتاج لأحد لماذا؟ لإظهار حكمته الحكمة هي علم العلم بوضع الأشياء في مواضعها الحكمة من الإحكام الإحكام يعني الشيء القوي الذي يحكم هذا الهيئة منه يسمى الفعل الحكمة للدلالة على النوع والهيئة لإظهار حكمته أن الله عالم بوضع الأشياء في مواضعها كما كانت الآية تقول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم والحكمة هي العلم ولكن بالاعتبار لأنه وضع الأشياء في مواضعها سمي حكيما ولا فرق بين العلم والحكمة بحقيقة الذات لأن الحكمة عين ذاته والعلم أيضا عين ذاته لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته يعني الإنسان عندما يرى هذه المخلوقات العظيمة يستدل بهذه المخلوقات على أن الرب هو الله سبحانه وتعالى وحتى الموجودات الصغيرة الإنسان يستدل بها على وجود الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الله لماذا يريك الآيات حتى تعلم بأنه الحق وإذا واحد لم يهتد بهذه الآيات فإما في عقله خلل وإما هو معاند لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته أنت عبر المخلوقات العظيمة وحتى عبر المخلوقات الصغيرة تكتشف وتعرف وجود الله سبحانه وتعالى أوزين هذا الوجود شنو حقيقته؟ هذا لا يمكنكه لأن الله غير محدود ويستحيل إحاطة المحدود بغير المحدود إذا يقول لا تضبطه العقول يعني لا تتحيط العقول بكون ذاته العقل يدلك على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولكن ما هي حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ لا نعلمها ولا تبلغه الأوهام الواهم إلى مدى أكثر من العقل لأن عقل الإنسان يدرك بعض الحقائق الواهم الخيال مثلا الآن يعبرون الخيال العلمي هذا مدى أكثر لأنه ينتقل إلى أمور لا ينتقل إليها العقل وإنما هي خيال زين هل قوى الإدراك الباطنية للإنسان وأوهام الإنسان تدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنت تخيل افسح المجال لخيالك العلمي أن يتوسع إلى ما شئت كلما تصورت من شيء فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك الشيء لماذا؟ لأن الإنسان هو مادي الإنسان يشعر بالمحسوسات فلذلك يقيس كل شيء بالمحسوسات الأشياء التي غير محسوسة لا يمكن له أن يدركها لأنه لم يرى نظيرها وقد ذكرنا فيما مضى إذا واحد هو أعمى بالولادة أنت تريد تبين له حقيقة اللون لا يدرك حقيقة اللون إذا واحد أصم يعني أطرش بالولادة إذا تريد تبين له حقيقة الصوت لا يدرك هذه الحقيقة لأنه لم يسمع ولم يرى مثلها لكن نحن عندما نرى شيء ونسمع شيء يمكن أن يشبه لنا ما لم نره بما رأيناه يقال أن الشيء الذي لم تره مثل هذا الشيء الذي أنت الآن تشوفه فالإنسان يتصور فالتصور إجمالي لكن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل أحسسنا بذلك المثل حتى نقول أن الله مثل هذا لذلك الإمام يقول لا تضبطه العقول ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأبصار ولا يحيط به مقدار المقادير يعني مثلا سواء مقادير مادية مثل الأوزان والحواس وما إلى ذلك أو مقادير عقلية مثل الجنس والفاصل والنوع وهذه الأمور التي هي مذكورة في علم المنطق ولا يحيط به مقدار ثم بعد ذلك يقول عجزت دونه العبارة العبارات الكلمات هذه مخلوقة هل هذه الكلمات المخلوقة تعكس ذات الله سبحانه وتعالى؟ كلا لا يمكن أن تعكس ذات الله سبحانه وتعالى وإنما تشير إليه إشارة إحنا حتى بعض الأشياء المادية قد نعجز عن تعريفها أو لا ندرك حقيقتها وإنما نشير إليها إشارة أفرض أنت تشوف جهاز مثلا لا تعلم أن هذا الجهاز ما هو وما هو حقيقته قد تشير إليه تقول هذا الجهاز يشبه التلفزيون مثلا أو هذا الجهاز يشبه الإذاعة مثلا لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لأنه ليس بمحسوس وليس بجسم مادي العبارات تعجز عن نقل حقيقة ذاته وإنما العبارات تشير إليه إشارة لماذا؟ لأن الإنسان هذه الألفاظ وضعها للماديات الإنسان من طفولته يشعر بأشياء يحس بأشياء وفيضع لتلك الأشياء ألفاظ قد بعض المعقولات هم يشعر بها فيضع لها ألفاظ أيضا فهذه الألفاظ إنما هي للماديات التي يأنس بها الإنسان لكن الأمور اللي هي أعلى من الماد الألفاظ لا يمكن أن تعبر عنها إلا أن تصير إصطلاحات علمية فهذه إصطلاحات علمية خاصة بمجموعة من العلماء وإذا كان الشيء ما فوق الماد أصلا العبارات لا يمكن أن تعكس حقيقة ذلك الشيء ولذلك القرآن الكريم مع أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى لكنه كلام الله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم زين هذا القرآن إذا كان ينزل علينا كما هو في أم الكتاب ما كنا نفهمه لأن القرآن رفيع جدا فالله سبحانه وتعالى يسر القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حينما أنزله والقرآن علي حكيم عالي جدا يسره فأنزله بلسان عربي مبين فلذا من يعرف اللغة العربية يفهم ظاهر القرآن لماذا؟ لأن القرآن عالي جدا والحقائق التي يريد أن يعكسها القرآن لنا وخاصة حقائق عالم الغيب هذه الحقائق نحن لا نحسها بإحساس مادي لذا لا يمكن لنا أن نتصورها فجاء القرآن بعبارات مجازية كثيرة ليقرب إلى أذهاننا بعض الحقيقة إشارة إليها مثلا بالنسبة إلى الجنة مع أنها الجنة عنصر مادي لكن الجنة نحن الآن لا نتصورها بحقيقتها حتى النار لا نتصورها بحقيقتها لذلك في الحديث الشريف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإنما هذه الآيات التي نزلت هذه تريد تقرب معنى الجنة إلى أذهاننا وإلا الجنة أعلى مما نتصوره نحن مع أن الجنة هي عنصر مادي فلذلك القرآن إلى بطن هذا البطن نحن لا ندركه وإنما يدركه من خوطب به يعني الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة هم الذين يدركون بطن القرآن وقد كشفوا لنا جانبا من بطن القرآن وحتى القرآن يشير إلى ذلك حول تأويل القرآن ولما يأتهم تأويله الناس العاديين ما يعرفون تأويل القرآن وإنما الراسخون في العلم هم الذين يعرفون تأويل القرآن فعلى كل حال القرآن نزل الله يسره لذا الظاهر نفهمه أما الباطن لا نفهمه وإنما أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وجدهم الرسول صلى الله عليه وآله هم الذين يفهمون الباطن وقد كشفوا لنا جانبا منه بمقدار ما تسعه عقولنا لذلك يقول وكلت دونه عجزت دونه العبارة إلا بالمقدار الذي يسر الله سبحانه وتعالى فلذلك في أوصاف الله أنت لازم تلتزم بما وصف الله به نفسه وكثير من الأحيان هناك مجازات آيات متشابهة لماذا كثرت الآيات المتشابهة في أوصاف الله سبحانه وتعالى منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات لأجل أن نفهم جانبا من الحقيقة لكن المشكلة أنه الذين في قلوبهم زيغ فيأخذون المتشابه ليحرفوه عن معناه المقصود به لذلك نحن في الصفات في الآيات المتشابهة لازم نرجع إلى الآيات المحكمة ومعرفة الآيات المحكمة متوقف على تفسير الرسول وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام وبعض الأحيان الإنسان بعقله إذا أعمله يتمكن بشكل جزء التمييز بين المحكم والمتشابه ولكن غالبا خلطوا بين المحكم والمتشابه فجعلوا المتشابه محكما ثم استدلوا بذلك وظلوا وأظلوا عجزت دونه العبارة وللحديث تتم نتركها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى موسيقى